يغيبون عن البلاد التي لهم فيها جذور تبرز أسماؤهم كنجوم يشار إليهم بالبنان يتم تعريفهم يمنيين هاجروا موطنهم بحثا عن ذاتهم في أرض المهجر هم العقول المهاجرة ليس كالطيور لكنهم يتشابهون معها في الحنين بين فترة وأخرى يلوح اسم يمني يحصد جائزة أو ينال مرتبة علمية وفي أغلب البلدان التي قطعت شوطا في التقدم لليمنيين بصمات فيها في مجال الطب وفي مجال الأبحاث العلمية أو في مجال الهندسة المالية والتخصصات الدقيقة والنادرة أسماء كثيرة برزت إلى الواجهة العلمية العالمية وحققت أرقاما قياسية وحضورا حظي باهتمام ومتابعة واسعة وإنجازات وإضافات علمية أقل ما يمكن وصفها بالعبقرية التي تركت بصمة يمنية مهمة في ذاكرة العلم والعالم الدكتور بسام علي حميد من محافظة حضرموت واحد من تلك العقول اليمنية المهاجرة في ألمانيا حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الأدوية التطبيقية والتخصص في الباطنية والقلب والطوارئ وإنقاذ الحياة قرابة العشرين مليون مواطن من الكفاءات في الشرق الأوسط مهاجرون في مختلف بقاع العالم تحتل اليمن مرتبة متقدما في تصدير عقولها للخارج من بين الدول العربية مع فلسطين والعراق والجزائر وسوريا والأردن واللبنان تقول الدراسات إن شريحة الأطباء من أكثر الشرائح هجرة من بين بقية الكفاءة في اليمن وتحديدا بعد عاصفة الحزم ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب اليمن بوتيرة متسارعة للغاية علما بأنها كانت مرتفعة للغاية حتى قبل عاصفة الحزم وكانت تصل إلى نسبة قدرها 52% بحسب أرقام الأمم المتحدة وسائل العيش وظروف العمل والمناخ التعليمي الثلاثية التي يعدها مراقبون سببا رئيسا لهجرة العقل اليمني وحرمان اليمن مجتمعا ودولة من تلك العقول التي يذهب عطاؤها خارج حدود المكان اليمن وخارج حدود الزمان أيضا